طيب قبل ما اروح لزيزو واتحدث تفصيلا عن زيزو نبدأها واحدة واحدة هي مشكلة الزمالك فين وهتكلم تاني عن برامز انا عايز اعود اتكلم عن برامز كتير النهارة لازم ياخد هو حقه الاجبر من انتقاد ما فعله الزمالك اليوم ولكن جوزوالدو فريرة اللغز اللي عملهن ايه هو السنة اللي فاتت لو فيه جزء اكبر من فوز الزمالك بالبطرات السنة اللي فاتت فالجزء الاكبر ده لصالح جوزوالدو فريرة مدير فني جاي وعنده اقاف قيد في فرئته عنده اصابات في فرئته وعنده لعبين مهمين بيمشوا من فرئته اعمدة اساسية الظروف دي ما تخليش ابدا اي حد ينجح نجاح نجاح باهر نجاح منقطع النظير كلنا اشدنا بجوزوالدو فريرة وما زلت شخصيا مقتنع انه مدرب كبير ورائع لا يا صديق يعني ايه مرحلة الهبوط في المستوى ده ما تخليش ابدا من الشرق للغرب يعني ما ينفعش تقول ايه انشدالدو فريرة مكسب كبير للكرة المصرية وفجأة فجأة تقول عليه لا انا مدرب ضعيف ولازم يمشي لا ما ينفعش بس ينفع تقول ايه انه يا فريرة يا مدرب يا كبير ليك طريقة رائعة لقبت بيها الموسم الماضي ونجح بيها نادي الزمالك بعناصر كاسكواد كقائمة اقل من قائمة الموسم الحالي يعني انت الوقت عندك اضافات كمان عن اللاعبين اللي كما بلعبوا الموسم الماضي اضافت لعبين ونفسيا ومعنويا الامور بقت افضل انت داخل حامل لقب البطولة الدوري كاس واداء وكل حاجة ممتعة السؤال واللغز اللي محير الجميع محللين واعلاميين وطبعا جماهير ليه منصر تغير كل شوية في طرق اللعب في نادي الزمالك طريقة المميزة اللي لقبت بيها الموسم الماضي 3-4-3 اللي كانت صعبة على اي منافس ليه قررت تغيرها لغز لغز يعني أنا بحاول ادي حلول او بلاش حلول ادي مبررات للي بيعملوا فريرة بصراحة ما فيش؟ ترجمة نانسي قنقر